تأثير التطور التكنولوجي على المشروعات الناشئة وازاي يعني هي المنظومة كلها بتتأثر ببعض بشكل كبير طيب احنا دلوقتي في مرحلة الحمد لله في مصر بدأ يبقى فيها كوادر شباب بتقدر تتعامل مع التكنولوجيا بشكل اكتر من رائع وبالتالي بدأنا ان احنا نقدر نبقى منافسين في مجالات تكنولوجية معينة خصوصا في التكنولوجيز الخاصة بالاي سي تي او بتكنولوجيا المعلومات فنقدر ان احنا ننافس فيها عالميا ده من جهة من جهة تاني فيه دلوقتي بدأ فيه تكنولوجيات الخاصة او دخل فيها التصنيع وتكنولوجيز زي الانترنت او انترنت الاشياء وبدأ برضه يبقى فيه ابتكارات موجودة في مصر تقدر ان هي تنافس محليا وبدأ فيها ناس ممكن تقدر تنافس عالميا فبالتالي ده اللي احنا بنلجأ لي ان احنا دايما بنحاول نشوف اي تكنولوجيز او تكنولوجيات اللي احنا نقدر نعتمد عليها ندرب الشباب سواء كانوا هيبدأوا بيزنس او ستارتاب خاصة بيهم او ان هما يدخلوا في الاقتصاد العالمي من جهة ان هما شخص زي ما بنقول ايه الجزء فيما نطلق عليه الجيج ايكونومي اوكي الاقتصاد القائم على ان اعشاب ممكن اكون موجود في مصر بس باشتغل على بلاتفورم وبقدم الخدمات في اي حتة في العالم وبرضو ده الشباب المصري الحمدلله بدأ ان هو يقدر ينافس في المجال ده بقوة